اشتركوا في القناة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله منوها بدور الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين خلال زيارة فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لمملكة البحرين وأهميتها في تعزيز أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الاستراتيجي في مختلف الجوانب التي تحقق تطلعات البلدين وتعود بالخير والنما على شعبيهما الشقيقين ثم أشاد المجلس بتفضل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بافتتاح مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله منوها بأهمية مطار البحرين الدولي ومرافقه المختلفة في تعزيز مكانة مملكة البحرين وريادتها في قطاع الطيران ودعم مختلف مسارات التنمية مشيدا بالجهود التي بذلها أبناء البحرين في الإشراف على تنفيذ مطار البحرين الدولي وتشغيله والتي جعلت منه أحد المشاريع التي حققت التمييز على المستويين الإقليمي والعالمي ثم رفع المجلس التهانية والتبركات إلى خطرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة قرب حلول عيد الأطحى المبارك سائلا المولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة عليهما حفظهما الله وعلى أبناء البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والمسارات بعدها نوه المجلس بالجهود الوطنية التي يبدلها أعضاء فريق البحرين في تنفيذ القطط التنموية والاقتصادية ومنها خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي والتي حظيت بالإشادة من المنظمات الدولية المتخصصة ومنها ما أكد عليه تقرير صندوق النقد الدولي الأخير بشأن مضي مملكة البحرين نحو تحقيق الأهداف المنشودة في برامجها المالية والاقتصادية مؤكدا على أهمية مواصلة العمل بذات الزخم والعزم لتحقيق الأهداف المنشودة بعد ذلك تابع المجلس النتائج التي تحققت على صعيد توفر السلع الأساسية من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الاستجابة لاحتياجات السوق في ضوء بعض التطورات العالمية التي أثرت على أمدادات الطاقة وشحن البضائع وتوفر أسعار البضائع وأعرب المجلس عن شكره لوزارة الصناعة والتجارة على جهودها في هذا الجانب مؤكدا أهمية الاستمرار في مراقبة أسعار السلع والتأكد من توفرها في الأسواق موجها إلى تطوير وتنظيم إجراءات الرقابة على الأسواق وذلك في إطار الشرح الذي قدمه ساعدة وزير الصناعة والتجارة عن جهود الوزارة في ضمن استدامة توفر السلع الأساسية والقدرة على تلبية متطلبات السوق في مختلف المواسم والظروف ثم تابع المجلس ما تم تنفيذه في الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية في نسخته الثالثة ووجه المجلس الوزارات كل فيما يخصه بوضع الخطة التنفيذية لتسعة وعشرين مشروعا متبقيا ضمن الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتأمين البيئة الداعمة للتنمية وأن يتم رفعها لمجلس الوزراء في أسرع وقت وذلك بعد الإطلاع على مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بهذا الشأن بعدها قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تنظيم ربط الجهات المعنية بالنظام الإلكتروني للسجلات التجارية مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة لتوفير المساحات اللازمة للتنمية العمرانية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على ستة اقتراحات برغبة واقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى بعدها استعرض المجلس الموضوع التالي مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن أولويات وزارة الداخلية وخططها وبرامجها وفقا لبرنامج الحكومة 2019-2022 ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن حفل تسليم جائزة اليونسكو الملك حمد لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم وحفل تسليم جائزة سمو الشيخ سالم العالي الصباح للمعلوماتية والمشاركة في القمة التحضيرية لقمة التحول في التعليم والاجتماع الثاني وثلاثين للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشاركة بالدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمية اشتركوا في القناة